أكد مستشار والأمن القومي قاسم العراجي أهمية الإسراع في غلق ملف مخيم الهول السوري القريب من الحدود العراقية وطلب العراجي قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني لانوتشي والوفد المرافق له أهمية تركيز عمل البعث على تطوير قدرات القوات العراقية وإنجاح مهمة تدريبها والإسراع في غلق ملف الإرهاب في المخيم السوري حيث يتواجد عشرات الألاف من عناصر وقيادات داعش الأجنبية ما يشكلون خضرا متحركا على العراق ويسعى العراق لإعادة الإرهابيين إلى دولهم الأصلية ومحاكمتهم حسب قوانينها بدلا من إبقائهم قنابل موقوطة بالقرب من الحدود من جانبه شدد الفريق جيوفاني على أهمية الاستمرار في مواجهة تهديدات عصابة داعش الإرهابية لافتا إلى أن الأمن والاستقرار عاملا مهما بالنسبة للعراق والمنطقة اشتركوا في القناة